لوك لا تردشان لوك لا تردشان ودع المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة مينيفوت منافسة كأس أمم إفريقيا من الدور نصف النهائي على يد نظيره السنغالي بركلة الترجيح وبواقع ثلاث ركلات الاثنتين وذلك بعد انقضاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله هذا وستلتقي سنغال بنظيرتها كوديفوار المتأهلة إلى النهائي على حساب تونس وبفضل ركلات الترجيح أيضا بواقع سبع ركلات مقابل ست بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما وصل ليلة البارحة إلى العاصمة الليبية طرابلس المدرب البلجيكي في الأصول الجزائرية عادل عمروش البالغ من العمر خمسين عاما وذلك في زيارة قصيرة يلتقي خلالها رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم جمال الجعفري وذلك للتفاوض رسميا حول إمكانية توليه مهام تدريب المنتخب الليبي الأول وجه رئيس مجلس إدارة نادي أهل بنغازي خالد الصعيطين بيانا شديدا لهجة للاتحاد العام الليبي لكرة القدم طالبه فيه بإلغاء نتيجة مباراة فريقه الأول لكرة القدم مع نظيره الاتحاد المنتهية لمصلحة الأخير بهدفين لهدف كما طالب الصعيطي أيضا إدانة الحكم الدولي محمد رجب وشط باسمه من قائمة الحكام المعتمدين بالإضافة إلى إقالة لجنة التحكيم العامة الحالية برئاسة عبد الحكيم الشلماني أحرز فريق نادي أهل طرابل استكورة السلالة قب بطولة كأس ليبيا للمرة الثالثة في تاريخه إثر تفوقه على نظيره النصر بثمان وثمانين نقطة نظير أربع وسبعين وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة بقاعة سليمان الضرات ببني غازي وبإدارة تحكيم تونسي هذا وسيلتقي الفريقان مجددا للمنافسة على لقب كأس السوبر قبيل بداية الموسم المقبل تحت إشراف اتحاد المنطقة الأولى لكرة اليد وبمشاركة أربعة أندية هي الاتحاد والأهل طرابلس والجزيرة والأوليمبي أقيم مساء أمس الجمعة بقاعة نادي الشرطة الرياضي تجمعا رياضي تنشيطي لفرق الأشبال حيث تم خوض لقاءات اتسمت بالندية العالية بين الفرق المشاركة هذا وتم على هامش التجمع اختيار العناصر التي ستمثل منتخب ليبيا تحت عشرين عاما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نجمه المخضرم داني ألفش عن مونديال روسيا رسميا بداعي إصابة في الرقبة كان قد تعرض لها خلال نهائي كأس فرنسا بين فريقه بغيسان جيرما ونغذيره لزيغبي حيث من المتوقع تعويضه بلاعب مانشستر سيتي الإنجليزي دانيلو موسيقى موسيقى موسيقى